السلام عليكم. نكمل مع بعدينا اخر حاجة في استيشن اتنين. هنتكلم بقى على الاو او 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 اي بالتفصيل هنتكلم على حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والله ما صلى الله وسلم على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد حكاته السكون. ربنا يا ربي ينفعنا بالعلم دوت ويوفقنا فيه دايما ويرده الينا عند حاجاتنا اليه بازن الله. ماشي نكمل مع بعض. الOSI موديل هو بتتكون من سبع لييرز اللي هو ناخدهم من اول فوق لتحت الابليكيشن برزينتيشن ستشن ترانسبورد نيتورك داتالينك والفيزيكال. طب احنا ليه بنتسأل الOSI موديل. انا الOSI موديل ده بنسبة لنا دي بقى رفرانس موديل مش هو الموديل اللي احنا بنستخدمه فهم? ولكن لازم عجل تفهم الدنيا مشي ازاي لازم ترجع على القديم. القديم لما ترجع للقديم وتفهمه هيبقى بالنسبة لك الجديد زي المية سهل سهل جدا. فاحنا عجل كده هم قالوك انت لازم ترجع للسيسم القديم دوت وتزبطه وتشوف كان شغال ازاي ووقف ليه وتعطل ليه وتعمله تشريح يعني اصح. فهنبتدي ندرس ان شاء الله لير لير والحاجات دي سهلة جدا هو اول مرة بس لو انت بتسمع الاول مرة تحس ان في صعوبة ولكن دلوقتي انا ممكن اعلم لك انا مغمط عناي يعني فهم? لان هما سهلين يعني عدوا عليك كزا مرة زكتتهم كزا مرة قريتهم كزا مرة فالموضوع بالنسبة لي بقى سهل فاهم قصدي? فانصحك اللي انت لو بتتفرج على الفيديو ده الاول مرة لانت لازم تشوف المحتوى ده كزا مرة مرة تحفظ وتجي بمرة الجاية مثلا بعدها بكام يوم تستعيد تقراءة تاني بكاد تسمعه تاني تحطوها تتعيد حفظ تاني فتلاقي الموضوع معك ببقى سهل جدا. فزي ما قلنا الاوساي موديل دوت هو عبارة عن عبارة عن تجهيز بيكهز تجهيز تكويت التطميم هنا بنجهز السيرفيز انت شوف انت عايز بقى براوزنج عايز هنجيب لك الحاجات دي كلها بالتفصيل بس احنا براجع مع بقى بقى بقرر كده عدد الليرز واسماقهم بحيث اللي انت ايه تبقى متعارف عليه وتبقى عدت عليك وكزا مرة اهمهم واكبرهم هو الابليكيشن يعني انت عندك من اول تلاتة لحد سبعة ده يفهموا الروتر طب واحد واثنين ده يفهموا السويتش ده من اول لير وان لير تو بيسميه كلا لير وان لير تو لير سري لير فور لير فايف لير سيكس لير سابن طب احنا ليه ما عاملين ده بالاسود وده بالزرق وده بالاحمر وده بالاخدر ده برضو ليه هدف ليه هدف معين ان التلاتة دولة في النظام الجديد بزع التسبيق بي مودل بقوا كلهم لير واحدة والترانسبورت بقت لير لوحدها النتورك لير لوحدها الداتالينك والفيزيكال بقت لير لوحدها النظام الجديد احنا شغالين عليه بقى اربعة لير بس مش سبعة طب تعالوا مع بعض كده نشوف الابليكيشن لير it's responsible for making the proper data preparation for the proper service هو بي انت اول ما بتفتح الموبايل بتاعك بتديه الابشن انت عايز تعمل ايه عايز تفتح ايميل عايز تلعب لعبة عايز تعمل download لفيديو عايز تعمل upload لفيديو عايز تعمل upload لفيديو عايز تبعت mail عايز تبعت voice عايز تفتح نشوف notification عادية خالص براوزنج فانت اول ما بتفتح وبتطلب طلب من قبل ايم واتس بقى من فيسبوك من اي حاجة خالص هو الابليكيشن لير ده هو بيحدد الحاجة اللي انت عايزها بالزبط it's responsible for making the proper data preparation for the proper service بيحدد نوع السيرفز المناسبة للريكوست فانت دلوقتي انت فاتح مثلا عايز تخش على الفيسبوك اعايز مثلا تخش على يلا كورة مثلا تشوف ميل الليعب كماتشو النهاردة مثلا انت بتعمل حاجة اسمها browsing بيشغلك الابليكيشن بتاع ال http كل دي اسمها applications هو اسمها application layer هو layer بتاع ال applications فانت عايز تعمل browsing تخش على http انت عايز تعمل file download file upload ال huge file بقى بتخش على ftp عايز تبعت بقى انت راجل دلوقتي عايز تبعت data من ايميل لأيميل عايز تبعت data من ترفع على كلاود تعمل اي حاجة من حاجات دي كلها بيحدده الله الراجل ده لازم نديره ال application بتاع ال ftp طب انت فاتح عايز تبعت ايميل مثلا عايز تاخد اجازة من الشغل عايز تاخد انوال عايز تبعت ايميل مهمة مثلا للشغل او برا الشغل اي حاجة تبعت smtp يقولك لا خلاص در ما هيبعت smtp طب لو هايز تستقبل شوف مين اللي بعطلك retrieve retrieve email pop3 طب في رموت login انت راجل شغال من البيت دلوقتي وفاتح وكده وبتلوج عادي وكده طب انت دلوقتي شغال انا بعمل فيديو حالان لا ده بيعمل voice او فيديو او gaming real time فاتح zoom مثلا فاتح microsoft teams او اي حاجة بيلعب games بيلعب PUBG بيلعب اي حاجة لا ده بيعمل حاجة real time في الوقت الحالي لها الاولوية فبيستخدم معها application اسمه rtp real time transfer protocol اي بقى تيه اول application سهلة خالص يعني انت اول ما بتفتح زي ما بقلتلك هو بيتجهزك بيشوفك انت عايز ايه بالزبط انت دلوقتي براوزنج ولا هترفع file هتعمل download file او video هت send email هت retrieve email هتعمل remote login هتعمل real time هتخش محاضرة هتتفرج على اي حاجة هتلعب لعبة اي حاجة اسمها real time protocol الapplication هو جهزك تجهيز التكويت خلص انت دخلت و جهزت و خدت مثلا براوزنج http تخش على مرحلة بعدها انت خلاص انت تجهزت خلاص تخش على ال presentation ال presentation هنا بيقولك ايه it's responsible for finding common data representation between sender and receiver بيقولك انت هو المرحلة دي او المسؤولة على انها تجد common data representation between sender and receiver بيحاول يشوف لك اي حاجة اي حاجة متعرف عليها اي حاجة مشتركة ما بين sender و receiver يعني ده دهوقتي مثلا خلاص بعدت data و ايه عايز تخش على موقع يلا كورة مثلا يقولك والله يلا كورة ده one zero one zero 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 one zero 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 ماشي؟ فمقالك ايه ده ده بيعمل براوزنج عادي فداخل مثلا عايز يشوف فيديو يحاول الفيديوهات التي تظهر لك اللي يحاولها الى mp4 يحاولها الحروف الافكار يحاولها الاسكي طب انت فاتح وهتبعت ايميل و كتبت محتوى الاميل و كده بيحاول الكلام اللي انت كتبه لحروف وان وزروهات بيحاولها حروف وارقام اسكي بعد كده ببعيت اللي انت عايزة طب انت صاحبك متصورين في الساحل وكده وعايز ايه تشوف الصور بتاعتهم تخش على البيكتر يعني انت دخلت خلاص بيحاولها كلها او انت باعت صورة لحد مثلا الصورة اللي انت باعتها بيحاولها وانات وزروهات وانات وزروهات طب ايه اللي يفرق مبين الصورة مبين الفيديو مبين الحروف والارقام العادية خالص اللي انت بتبعتها يعني الداة اللي رايحة والجهة دي كلها عبارة عن وانات وزروهات وحاية وزروهات طب ايه اللي بيفرقها بيبقى ما بين كل الوحاية وزروهات دي بيكتب لك جنبها الاكسينشن بتاعها الاكسينشن اللي هو ايه يم اسكي فالجهاز اول ما يشوف هن هي اسكي يقولك اه ده كده حروف وارقام بس طب دي يجي يقولك ده مثلا جنب الوارنات وزروهات وانات وزروهات حاجة اسمها جي بي جي او جيف او ايف ده بيكتر يفهم اللي هو الجهاز على طول يفهم ويترجم على طول ان ده بيكتر فاهم؟ طب مثلا جنب الارقام وحاية وزروهات اللي بتبعتها لقيت جنبها ام بي سري او ام اي دي ام اي دي اي قالك دي اوديو ده حاجة بتستمع طب والله باعت وانات وزروهات وانات وزروهات وانات وزروهات في الاخر عمل لك الاكستنشن اي 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 او ام بي اي جي او ام بي فور يفهم على طول اللي هي فيديو يعني الابليكيشن خلاص حددت لك النوع اللي انت عايزه وحددت لك كتابة الايميل وبعدت وكل ده لما تعدى وتخش في الداتا بقى البرزنتيشن لير بيقولك والله دي نوعها ايه الداتا اللي انت بعيتها دي هل هي حروف ارقام هل هي بيكتر هل هي اوديو هل هي فيديو فاهم؟ وعن ترى الاكستنشن بتاعها بيفهم انت بعيت ايه وبعد كده بيوديك على المرحلة وبعد كده احنا كده خلصنا اول مرحلتين واحدة كهزتك واحدة كده يديدك الكود والاكستنشن اللي انت عايزه فاهم؟ واللي انت مختاره وواحدة بقى هديديك الاوكي هديديك الاوكي دي اسمها السيشن فهي دي لذيذة كده السيشن بتاعيتها بيقولك It's responsible for making sure that all information required for session opening become ready In that case it will give orders for session establishment session management and control session termination بيقولك ان السيشن ديت هو دلاتي عسكري الموظف الامن اللي هو بيبقى مسؤول على ان هو بيتأكد بس هو كل المعلومات اللي هو بيتأكد ان كل ال information required for session opening become ready طب هو خلاص يتأكد عمل ايه؟ In that case it will give orders for session establishment session management and control and session termination الحاجات دي هتظهر فين الحاجات دي مش في session هو بيجيف order بس اللي هو الحاجات دي تتفتح يبقى فيه انشاء لل session فيه معالجة management and control session وفيه انهاء ال termination لل session ولكن الحاجات دي تتعمل في المرحلة اللي بعد كده اللي هو كل اللي عليه اللي هو بيميك شور ان كل ال information required become ready ماشي؟ اديها كده اصفر In that case it will give orders في هذه المرحلة هو بيدي order بس اللي انت ايه اشتغل يعمل حاجة الرجل ده ايه شغله عشر فاهم؟ ماشي فاهمنا ايه هل هو بيعمل session establishment و session management and control session لا ما بيعملش حاجات دي طب ايه الحاجات دي؟ يعني ايه session establishment and control and session termination دلوقتي انا بجيبعت من موبايل لموبايل تاني اول حاجة هو بيتجهز بتشوف انت اني خدمة بعد كده بيشوف انت هتبعت ايه بالظبط انا مثلا موبايل اهود وعايز اتكلم حد مثلا في امريكا خالي مثلا في امريكا عايز اتسلم عليه ومتبعت له ازايك وبعت له تيكست مثلا صباح الخير او جود مورنينج او ايه حاجات دي كلها فالموبايل بتاعي في المرحلة بتاعة session بيتأكد ان كل حاجة مكتوبة تمام وكل حاجة مكتوبة صحة والحاجات دي كلها هو بيبقى responsible for making sure that all information required become ready في هزي الحالة بيدي الorder لإيه ان انت تعمل session establishment انا بعدت من موبايلي لموبايل خالي في امريكا فحصل ما بينهم connection ده بعد order بعد interconnection بعد connection ما بين موبايل وموبايل في امريكا فحصل قاله ايوه ده هو موبايل بتاع خاله فعلا وحصل session establishment بقى في تواصل ما بين موبايلي وموبايله بعد كده في حاجة اسمها session management and control بعدت له صور بعدت له اي حاجة هو تأكد ان كل حاجة وصلت تمام مفيش حاجة واحدة في استيكة لو حاجة واحدة في استيكة بيقولك يا معتها لي تاني وبعد ما خلصنا وانا خلاص خلاصت كلام معاه والدنيا تمام اعمل لك حاجة اسمها session termination قال له خلاص ما خلاصوا كلام مش عايزين يتكلموا تاني الحاجات دي بتبقى في الترانسبورت الحاجات ديت بتبقى في الترانسبورت انما ده كل اللي عليه بحديد وزيد اهو هو كل اللي عليه هو بميكين شور that all information become ready وبعد كده بيجيف orders طب الترانسبورت it's responsible for actual mechanics هو بقى ده المسؤول عن ال actual mechanics ده موقعه فين هنا ده موقعه هنا في الترانسبورت يعني احنا كهزنا كودنا حطينا لكسيشن بتاعها تممنا ادينا الاوكين للراجل اللي شغله تمام وديناها على الترانسبورت ده تقطيع تصوير ترقيم بنقطع وبنصور وبنركم تقطيع تصوير ترقيم ده it's responsible for actual mechanics session termination موبايل بيكلم موبايل تاني والله بعت له رسالة امي تاني رد عليه قال له ابعت انا معاك ابعت له session establishment سلمه على بعض اربعة check البشر بيسلمه كده هناك لما تعرف قدام شوية في ال advanced level في الكورس هنا انما الموبايلات بيسلمه على بعض اربع مرات يبعت يستقبل يقول له اوكي يوم تاني يقول له خلاص ويقول له اوكي بعد كده بعد بقى الكلام لسه انا اخدها قدام شوية اعملوا مع بعض session establishment بعد كده ستخلصوا الكلام وخلصوا الكلام على كده session termination تاب البروتوكول اللي بيستخدم في transport layer حاجة اسمها tcb-udb tcb هو transmission control protocol والudb هو user datagram protocol يبقى tcb تاني transmission control protocol وهي udb وهنا نبقى خلصنا session التانية session سهلة session ان شاء الله حاول تحفظ التلاتة دولت اللي احنا عمناهم تكلمنا على osi model تكلمنا على application layer عايز اخد screen shot application layer تكلمنا على presentation layer الاسكي بتاعها extension تكلمنا على session تكلمنا على transport actual mechanics بتاعتها تمام وهي المسؤولة عندية انما دي بتدي بس الاوكي وكلمنا عن اهم اتنين بروتوكول لسه ناخدهم كل ده بالتفصيل ولكن احنا بنفتح بس كلام مع بعضينا كده اللي هو بقولك ان transport في two protocols مهمين هو tcb و udb من هنا نكون خلصنا المحاضرة التانية اتمنى تكون استفدت ولو بمعلومة متنسيش لايك سابسكرايب كومنت واس رياليك اشتركوا في القناة